حتى هزي اللحظة المدرب القادم لمنتخم مصر هو الاقرب ليه كله سكيلوش مرة اخر طيب هتقول لي ازاي هقولك انه الراجل مش رافض رفط بات بس زي ما تقول كده بيتعزز مش انتو مشتوني المرة اللي فاتت مش انتو ما قدرتوش اللي عملتو المرة اللي فاتت طيب انا كنت باخد كام كنت باخد مية الف دولار انا دلوقتي عايز مية وستين الف دولار طب هنزودك عشرين الف دولار على الرقم اللي انت كنت بتاخد وتاخد مية وعشرين الف دولار قالك لا انا عايز مية وستين الف عفوا يورو مش دولار مية وستين الف يورو عموما قالوا سكيلوش ساب لهم تمانية واربعين ساعة عشان يحسم موقفه النهائي من العودة الى منتخب مصر او رفض العرض الجديد من اتحاد الكرة ما كنا فيها ما كنا فيها يا ناس ما كنا فيها ما كنا فيها والدنيا سهلة مزاج عندنا صعب كل حاجة على نفسنا الراجل طبعا لا انا محتاجينه دلوقتي لا انها فرصة انه يتشرط اكتر وانا لو ما كانو هعمل كده بالمناسبة يعني حق يعني اتفاود اه شرف كبير ليه انه يضرب منتخب مصر زي ما هو برضو شرف لنا ان احنا عندنا مضرب كبير زي قاله سكيلوش بس ما هو هي الحاكة ده فرص فهو بيستغل الفرص بيستغل الفرص خاصة انه خروجه من منتخب مصر ما كانش خروج بالشكل الامث بصراحة مش عايزة اقلب المواجع تاني وعيد الكلام تاني يعني بس عموما خلونا نشوف الايام اللي جاي في اسماع كتيرة برضو مرشحة قدام طاولة التحدي الكرة المهم زي ما قلت لكم الاختيار يبقى مدروس بمعايير واضحة نعرف اللي جاي ده مطلوب منه ايه وهو هيدينا ايه وكله يبقى زي ما بيقوله كده على عينك يا تاجر الامور تبقى واضحة مش نستنى الصدفة او نفضل نقول كل شوية يلا دعوات المصريين لا عايزين حد يشتغل بشكل علمي بقى وشكل مفهوم وشكل مدروس واتحد الكرة لما نجي نسأله ايه المعايير اللي اخترت بيها المدرب ما يقولش اصله يبدو ان احنا تصرعنا ولا ما كناش مفكرين كويس لا ادرس وفكر واختار مدرب جيد لمنتخم مصر عشان ده مدرب منتخم مصر مش مدرب لنادي ولا حاجة